اشتركوا في القناة قناة تفسير الاحلام مع اخيكم اسماعيل الجعبيري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه ايها الاخوة الكرام نفضح نتكلم عن تفسير بعض الاحلام عن لقاء الميت في المنام اولا رؤية الاشتياق للميت رؤية جميلة جدا تدل على تحقيق بعض الاماني وتدل على الاخبار السار وده يمكن المعنى الجيد لكن احيانا تدل هذا الرؤية على ان صاحب الرؤية في قلق وتوتر وحيرة ولذلك اشتاق لهذا الميت طبعا الميت ده كان في الحقيقة بمثابة السند والمعونة وانه ده الشخص اللي كان بيستشير في كل اموره فلما يشتاق اليه هو يحتاج اليه فهو في قلق وفي حيرة رؤية الميت نائم بجواري رؤية جميلة جدا من دل على صلاح الحال وانتهاء الازمات واحيانا هذه الرؤية تدل على طول العمر فالنوم في المنام بالنسبة للرأي او حتى المتوفى رؤية محمودة باذن الله تبارك وتعالى تدل على الراحة وهذه الراحة ربما تكون بعد انتهاء لبعض الازمات ان شاء الله رؤية عناق الميت هذه الرؤية تدل على حدوث بعض الاشياء الجميلة التي سوف تحدث له من بعد بعض المشاكل التي كان يعاني منها في حياته رؤية الخالي الميت للمرأة الحامل ربما تدل هذه الرؤية على شيئين ضد بعض ربما تدل على التعصر في الولادة وربما تدل على الولادة السهلة وده طبعا بيرجع على حسب حالة الرأي رؤية لبعض كده وهي رؤية الميت يشتاق لأهل بيته في المنام هذه الرؤية لها معنى جيد ومعنى سيء يشتاق لبعض أفراد أسراته ربما تدل هذه الرؤية على أنهم قد نسوه وطبعا ما عادوا بيدعولوا ولا حتى يقدموا له صدقات والمعنى الجيد ربما تدل على صلاح الحال لأفراد الأسرة بإذن الله تبارك وتعالى زي طبعا رؤية عناق الأم المتوفية خير وبركة وسماع بعض الأخبار الصارة وربما تدل على شفاء لبعض المرضى كل هذه الرؤية جميلة جدا تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته